على خطى الاستيلاء والاستحواذ التي تنفذها جماعات خارج سلطة الدولة جرافات والمدنية تهدم سياج ثانوية كلية بغداد للمتميزين في منطقة العوامية بعد رفض طلبة الثانوية والكادر التدريسي هدم السياج الخلفي للمدرسة قوات أمنية تعتدي عليهم وتعتقل الطلبة بسبب توثيقهم للحادثة واعتراضهم على هدم السياج أريم طالب في ذات المدرسة يسر دولواني نيوز تفاصيل الحادثة تم اعتداء علينا من قبل جهة تدعى أنه هي الدفاع المدني في حيات المدرسة تجلي حتى يدرس درس الرابع تقريبا يجوا في حيات المدرسة بدون لا كتب ولا أوامر أبنية يعني احنا فوجنا من هذا الشي رحنا حتى ندافع على الأرضنا تم اعتداء علينا وعاد كادر التدريس واعتقلوا طلاب من عندنا عبدالله عفمان عقيل الكادر التدريسي وطلبة الثانوية ناشد رئيس الوزراء ووزير الداخلية بمعاقبة الأشخاص الذين اعتدوا على الطلاب ومحاسبة الجهة التي تريد أن تستولي على أرض المدرسة البارحة حدثت أجواء غزاوية داخل الأعظمية جرافات تهدم أسجة اعتقال لطلبة اعتداء بالضرب على حارس هذه المدرسة ثانوية كلية بغداد التي يعود عمرها إلى أكثر من تسعين سنة البارحة تعرضت لاعتذاء سافر من قبل جهة تدعي أنها تابعة على وزارة الداخلية بنيت هذه الثانوية قبل ما يقرب من تسعين عاما وتعتبر من الصروح التعليمية المتميزة في بغداد والتي تخرجت منها شخصيات مهمة ليثار هدم سياجها موجة غضب واسعة من قبل الأوساط التعليمية والشعبية مهدي غريب واني نيوز بغداد